اشتركوا في القناة من خناة جوثم تشيس اتعجن مرة باليمين ومرة بالشمال وانت داخل يعني ايه مرة باليمين مرة بلابيض ومرة بالسود ايه مرة باليمين ومرة بالشمال ما عرفش دي تجليات تجليات كده عالصبح المهم هات يا ابني القهوة يا ابنة بشوف ايه اللي بيحصل ده بسم الله المهم وانت داخل على الموقع الاخضر تشيس دوت كوم بيقولك بلاي بتلعب ضد الناس ولا الكمبيوتر بتختار الكمبيوتر وبعد كده هتلاقيها في اشكال الكمبيوتر اللي هو حرفها ممكن تلاعب توب بلاير زي مثلا ناكامورا اي حد من الناس الجامدة ممكن تلاعب يوتيوبرز يحطن لهم بوط وممكن تلاعب هذه القطة المتينة اه ميتنز اه انا هجرب حظي بيديك ثلاث اختيارات تلعبها يعني ممكن تشوف بار التقييم اخباره ايه وتشوف كل حاجة عاملة يعني كلها ويديك ترشيحات نقلات وبتاع تلعبها فريندلي يعني ممكن ترجع ثلاث نقلات وتاخد ثلاث ملاحظات يعني يقول لك دي احسن من دي مثلا كده التاع ورقم ثلاثة اسمها يعني مفيش اي نوع من انواع المساعدات وفي نوع رابع اسمه عايز تلعبها بوقت ولا مش بوقت انا شفت الناس كلهم لعبوها الحقيقة من غير وقت فانا لما هبقى مقتنع بناءلة هلعبها وخلاص يلا بينا بسم الله بسم الله لايك لازلت ده في الاخر لو عجبك الفيديو ما عجبكش يا سيدي بقى حط لنا ديس لايك يعني هقولك ايه طيب ماشي يلا بينا بيقولوا انك لما تلعب مع الانجين حاول تلعب مواقف مغلقة انا ما عنديش اي خبرة في اللعب مع الانجينز يعني اللي انا فاكره ان لعبت بيث هارمان قبل كده خسرت منها كذا مرة لكن كسبتها في مرة عارف ان بدلنا كامورة عادل معها بصعوبة يبقى اكيد هخسر منها بس على الاقل هتق في نفسي وحاول ان المباراة تطول قدر المستطاع ان انا حتى لو خسرت باسمي خسرت بشرف يعني يلا بينا بتلعبي ايه ضد السي فور اياتها الميتنز اياتها الميتنز يا بنت الميتنز ميو جيز لونج انتو هتصرفي من الاول ولا ايه لا محبش كده خبالك لا معها جي سيكس اوكي جي سيكس هتلعب نايت سي تري بيشيب جي سيفن ماشي ماشي جي سري جي سيكس بيشيب جي تو اي فايم هي لسه محطتش الحصان هنا اخد بالك فممكن تخرجه كده خليني ألعب دلوقتي D3 مستعجلة قوي طب لو اديتها واحدة F4 دلوقتي محاولا اغلاق الموقف نايت من هنا وانا هكمل من هنا نايت الآن من هنا خليني أربطها هتطلبني على طول وتقول لي ايه اخبار امتياز الفلين يا حج لو ربطتها دلوقتي ايه يا ستا اخبار امتياز الفلين يا ستا على طول طب الصح هنا ايه يا طرس صح ان انا اكل اكل اربطها H6 هي ايه فكرة الربطة اصلا فكرة الربطة ان انا اخد مربع D5 لان انا مش هزيد الضغط على الربطة لدرجة ان انا اكسب القطعة لان هو بيبيت وبيجيب الرخ اصلا هنا وتحمي وخلاص يعني فما فيش حاجة تدعو الى ان حسب الربطة يعني هربطها كده هكسب حاجة مم لو لقيت بيشيب اي ثري هتحطيلي الحصان هنا تتطاردني هي بشي بجي 5 قوية لكن السؤال هنا هل هي قوية بعد بيدق في بيدق بيدق في بيدق ولا ولا قوية امتا خد بالك انك لو مطلعتش بالفيل ده دلوقتي ممكن تلعب اتش يعني لو بيت دلوقتي ممكن تلعب اتشي 6 على اي حال لو طلعت بالفيل ممكن تلعب جي 5 وتبقى عايزة تلعب ال F4 عليا انا فقدت كل الطرق اللي من خلالها استطيع التخلص من هذا الفيل يعني انا محتار ومشكلة الحيرة في هذه الاشكال ان انا عارف ان الغلطة هو هيعقبك يعني يعني الانجين هيعقبك عموما يعني بس عادي دي علامة يا مارد بدلا انا دسته ما تحركش الفيل دي علامة يا مارد انها غلط بس مش عارف طبعاً بيدق 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 انا بفتح الموقف اصلاً وفتح الموقف هنا مش في صالحي روح روح شوف انا اخدت بتاعت شوف على طول سؤال انت جاي تعمل ايه ... ... ... ... ... كس بلايرز افنشلي كرامبل عندي ميتي باونز اي امين ايه يلا تكلع الله تكلع الله تكلع الله تكلع الله تكلع الله يلا 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 نايت دي فايف اوال رايت اوال رايت خبه لكن ده تهديد كمان شويه لسه ما بيتتش مستفزة انت مستفزة بلقات ما مستفزة كوين دي تو مهمة بس عندي سؤال لو لوحت بالنيت هنا عايز ايه عاوز دي؟ نايت هنا بيشب هنا نايت ينط الروح تيجي كل حاجة محمية رحلة اللي بلوش معنا دايما دي نقل سخيفة هائح قبل انا plane تتريني وضعن بعض الضغط أكلت بيدأ في بيدأ وأنا كمان هاكل بيدأ في بيدأ بعدين بشبت طيب أنا هبيت بيت الطويل معقولة ويرد ويرد جدا بصراحة ويرد جدا واضح إنها عنيفة لأ مزاجها وحش النهاردة حاسبة يلا ونعمل وكيل نعمل إذا تحركت بهذا الحصان سيأتي هذا الحصان إلى هنا ويحاول نتش امتياز الفلين مني هذا الشيء لن أسمح به أبدا خليني أتحرك بهذا الشكل تعال لي We will always take this pawn Now we have so many threats This is one of them C6 ممكن تتلعب دلوقتي وتبقى مزعجة ولذلك خليني حتى لو هو لعبها أبقى اسمي إيه فركشت له الجناح شوية آه عاوز يعمل شقاوة على هذا الجناح منوع يا حبيبي منوع والله بص ما تبطلي بقى متنز بقى الله ده انتعي المتنز مش عارف معناها إيه بس ما عمش معنش يا سيدي خلاص ما ما كنتش قالش يعني ما ما تعدش بقى بسم الله ينفع الوزير ده يجي هنا دلوقتي يضغط ولا ساعتها سيتخلص من المسائل مش عايز أعمل إضعافات على المالك أنا شفت H5 عليها بالشبهات له الوزير يمشي يقوم دافع البيداء مالك يبدأ يبوز يعني لم أستطع إغلاق الموقع اوه I can't close the position here أنا ممكن أعمل كده كده عمره ما هيدفع دي أبدا واو بدأت تحس بلا بالكده هو هيا هي لابت النقلة دي ليه؟ معنى ما كانت تستنى لما تحرك وتبقى تيجي حمت كل حاجة أصلا لو كنت المدة دلوقتي كانت لابت فعلا النقلة السخيفة دي آه ساعتها كنت ممكن ألف كده مثلا وحاول أخذ تعادلات وأفلام هندي بصراحة أنا مش عايزة تتخلص من هذا الحصان إذا تخلصت من هذا الحصان يعني الفيل الفيل بتاعي ده ما بيلعبش هو مدافع لكن المهاجم الأساسي في الموتش هذا الحصان أعمل ايه؟ لو مشيت كده دلوقتي هتاكلني هتاكل البيضة كيش تيكس تيكس طب ما ينفعش هلعب دي؟ على فكرة هتديني الفحصون دلوقتي الفحصون حلوة أصلاً يعني لو بعدي في الفحصون أكلت بالبيضة نيهون ده؟ عشان أفتح ليناتها على الملك مثلاً يبدو كثيراً يبدو كثيراً انا كمان شوفت حاجة سخيفة جداً دلوقتي النقلة دي؟ لو أكلت فيل في وشي أروح فين؟ اتحبست؟ أنا معاش هيا ما لعبتهاش ليه؟ يعني لو لعبت دلوقتي كده وانا أكلت بالوزير وحطت الفيل في وشي أنا اتحبست يا أخوانا لو جيت كده بتلعب بتاكل فيل في حصان الوزير ترجع تاكل بالفيل خلط قطعة أنا شوف أن F4 has to be played F4 كمان بتحرر الرخ أنا لازم ألعب F4 دلوقتي أجيب دي هنا مبدئياً بدأت تحس بالخطر عرفت اللي فيها عايزة أعمل كده في كده طب أجيب دي كمان لا أخد وقتي لا أخد وقتي طب لو رحت بالوزير معلش لو رحت بالوزير كده دلوقتي انت بطلت تتكلمي ليه؟ مالك مقلقة مني ولا ايه؟ خير القهوة خلصت كم انت فيه يا بنت الحلال؟ مش عارف نالة الرخ دي جامدة ولا عادية ولا ايه؟ بس أنا حاس أن كل لبازات اللي أنا نوي أشاء لبازاتها ستختفي بمجرد أن تنتشني فيه الفحصان وأكل بالبيداء مش لقي حاجة تانية تتعمل طب أنا عايزة أرمي نفسي هنا بعدين رخ في رخ كده أو ليه 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 رخ في رخ ما ديه في مكانها وديه بتطلع ما ديه بتطلع وتتزحلق ما لك في ايه؟ طب تعالا نشوف دفعت البيداء الآن عشان تحط الفيل يحمي المسائل يا حلاوة حقك حقك شوفتش النقلة دي ازاي؟ النقلة السخيفة دي ازاي؟ ايه دي؟ ايه في ايه؟ ماشي ماشي شوفتش النقلة دي ازاي؟ اختهاش النقلة جامدة اوي نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا كمان عندي بشب انا كمان عندي بشب بيلعب ماشي انا مش هسكت هذا الحصان اذا تحرك الى هنا هتديني الكش وهترجع تقف وشي تطردني من مكاني حقها ولا مش حقها حقها انطق دي دلوقتي اخبارها ايه اكلت هقوم لافف كده دلوقتي ولا كمان شوية اصل الكش دي لو جاهنف هنا خلاص الوحش بقى حلوة والحياة بقت وحشة يعني دي دي الوقتي انا عايز العبها اكلت بيدق في بيدق لفيت بحصاني في البي فور هتعمل ايه تاني عندها هتعمل ايه تاني مش هعارف هارمي الكش هيخش جوه دي لازم لازم هلعب النقلة دي ايا كان بقى بنشوفه اكلت طيب انا هعمل كده دلوقتي اه اوكي افلت الطريق مفيش مانع الكش دي لازم تاكل صح صح محاولات قاتلة لفتح الفيل محاولات في منتهى العنف لفتح الفيل لو ننتجت البدق دا دلوقتي هتديني الكش هطلع فوق هترجع تطلب وزيري هديها كش محاولة يا جماعة يعني رخت وحصان ووزير على الملك مش عارف هدي ما تت انا عارف ان الكش دي قوية وكل حاجة بس لو اكل اكلت بكش دخل جوه ام انا مش عارف اجيبها على المات هنزل كده طلب مات بتحمي كل حاجة كش اكلت بالبيدق اكلت بكش دخلت جوه نزلت هنا عايز مات ام لازم تلعب الرخ هنا توقف في وشي ساعتها ما بعربش لاتزحلق ولا اعمل اي حاجة ما امور كلها بايزة مني ام 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 طبعا صحيح صحيح محكرا دينها وزير كده بس للأسف الوزير كده دي فشلة عليها الكيش من هنا تكلني وتاخد الفيل وانتهت القصة يمكن كان احسن حاجة لما تديني الكيش ان انا مشي في سويد ممشيش في ابيض نعم ممشيش اكلت هنا وعايز الفيل. ماشي. من حقك. لازم ارجع عشان الفيل مطلوب. خلاص الامور بازت. طلبة والرخي والرخ التانية شغالة. والدنيا عنيفة جدا. لا ووسقى من نفسيها يعني. هو انا اللي انا عملته ده. كانش عندي فيل في بيدق هنا صح? ولا اي حاجة بتنفع صح? ماشي. وانا عايز لعب النقلة دي دلوقتي بقى. صح غلط ماليش فيه بقى ايا. اه. ها دي تبالها ان المسائل مش مش احسن حاجة. اه دي بتقولي طب هات الحصان وهات الوزير. لا يعني ست مفترية حسب يا الله وانعم الوكيل. اه. لا يعني ست مفترية حسب يا الله وانعم الوكيل. اه. اه دي. اه. هي هي هين؟ باكلم بلغتك ⁿ ماشا كفاية كفاية التيلكل على الله حسب الله نعمل وكال انا عايزه حلل الماتش داعب Tambnoy 28 نقلى مشكلة ان اناريش استراتيجية بتاعتي في هذه المباراة كانت ان انا عايز ادي اه ادي كش ماتل انجن. طيب قوي طيب قوي بجد. انسان جميل يعني. اوكي. مع السلامة مع السلامة. تعالوا نحلل ونشوف ما الذي حدث. والحلقة وصلت نص ساعة دلوقتي بالصراحة كتير قوي. يعني كانش في عندي اصلا ما اكسب وراح انت فكر يا لان انت كنت. ولا يخرب عقلك انت فكر انك هتكسب الانجن. طب اتعادل طب اي حاجة طيب. ماشي. هي عشمتني بصراحة. يعني هي جابتلي قطع كده كلها على الملك بس ما فيش حاجة. اه يا قلبياني. اه يا قلبياني. طيب. يلا بينا. نشوف الدنيا ماشي ازاي. كل ده كتاب. كل ده بوك. كل ده بوك جميل. كل ده بوك اسطورة بتلعب شطرنج. ماشي. بش بتجي مش احسن حاجة دي اول نقلة احترت فيها. طب البوك بيقول ايه في النقلة دي. بيتلعب ايه اكتر حاجة هنا وبتعمل نتائج وحاجات. اي ثري. بريبيرينج بي فور. ماشي. بش بجي فايف نقلة سيئة. بش بجي فايف مش اكتر نقلة بتكسب هنا. بالعكس تلعبت اربع مرات فقط فدي مش بيبيتو على فكرة عادي جدا. وبعد التبييت بيتلعب. تبييت. الانجن بيقول هنا ايه? تبييت تبييت وبعدين طيب. نايت دي فايف ام دا سبوت على طول. او اي ثري اكتر نقلة بتكسب. اوكي. ماشي. عموما خلينا نشوف فيها ناتش تنتيزل الفلين والحياة معها بقت عنب. في الانالسز ما زلت شكل صفار. نايت دي فايف هات لو سمحت. ما كانتش احسن حاجة ولكن الشكل ما زل. مش وحش. بدأ في اللاعبيت دي غريبة جدا. وانا بيت الدنيا تمام حتى الان. بي فور بستمو. نايت دي فور نأشت بستمو. والنقلة دي علامة. اوكي. جريت مو. وبدأ معها شوي التفوق. ااااااا. بدأت دينا تفوق هنا. انا معا اتفوق واحد هنا ياخوانا orbits نفسي conditioning اه بكوين اي فايف كينج بعدين روك اي دي وان التفوق نزل لثمانية من عشرة تسعة من عشرة رجع واحد تاني بعد روك اي دي وان اصلا اي روك اي دي وان دي يعني الضرب كله هنا انت اي يعني هجيبها اي فكرة التفوق هنا يعني اه اكيد فكرته كده اكيد يعني دي متنفعش يكلش معاك دي قالك لأ دي بلندر عشان دي ثري يا سلام طب ماهات البيدة ياه واااااااااااااااااااااااااااااااااا vu دي عايز دي؟ ااكل وماينفعش يجي حلو اوكي جيد نايس نايس اوكي ماشي دي كانت نقلة حقيرة انما F4 نقلة ممتازة جميل لان انا كنت الان اعمل مثلا مثلا حاجة زي كده انا خايف من دي بصد لما لعبتها مديني قيمها انها ايه جريت موف جمدة جي فايف انلي موف جي فايف لو اكلت دي معنى وزيرة حبس هنا بش بH6 اوكي لا لا انا سعيد بنفسي بجد يعني الحمدلله رب العالمين انا كنت شايف بلاوي ولكن هنا انا انا معايتها فوق هنا يا اخوانا معايت فوق اتنين اه هنا بدأ التلوش طب الصحي كان ايه روك بي ثري ايه واتزحلق وحاول تعمل حواراتك انما انا غلطان بدي دي وحشة عشان سامحت انا مش شايف الريزورس ده ايه فايف بست موف اكلت معايت فوق ثلاثة بس انقلا دي كايب بلندر ضمرت الدنيا هنا كان الاحسن اكل هات وزيرك الوزير يروح فين بقى انا مش عارف لو رجع هنا مثلا دلوقتي نايت بيفور اسطورية مات في تسعة مات في تمانية او مات في تسعة انا عكت في الهجوم يا اخوانا اوه خلاص بتكسبني جامد جدا بقى ايه فورب بلوك يعني نقلة قوية شغلت الفيل بتاعها تاني ما زال كان عندي سي فايف لو اديتني كيش كينج ايج تو واكلت نايت سي سيكس بكيش يمشي عادي طيب لو مش عادي بوم ولو اكلت بوم مات طب ايه دي فكرة سي فايف انت عارف سي فايف فكرتها ايه انه ما بيرجعش مرة واحدة يطلب وزيري والروخ مقفول عليهم البيادة سي فايف خلت خلتني اسمع قلعب دي والروخ تضرب الفيل كيفية تحليل لحد كده اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم انا قاعد مبسوط ولعبت قدامها ماتش قوي جدا ومتحمس جدا اعمل حلقة تانية لو لقيت ردود افعلكوا على هذه الحلقة قوية شوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة